الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين في اللقاء الثامن في الجزء الأول منه في إضاءات من أنوار وهدايات سورة المائدة في الآية الثانية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاستادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتخوا الله إن الله شديد الإقاء يبدأ الحق سبحانه وتعالى في الآية الثانية بنداء محبب إلى نفوس المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بإلها سوف أعطيكم تعاليم جديدة وعليكم أن تسيروا وفق هذه التعاليم ووفق هذه التكاليف ولعلك تلحظ أن في الآية الأولى أحلت لكم وفي الآية الثانية لا تحلوا وفي الآية الثالثة حرمت فسلطة التحليل والتحريم لله رب العالمين وللنبي الكريم بإذن من ربه صلى الله عليه وسلم وهذا معنى من معاني أسماء الله الحسنى المعطي والمانع سبحانه وتعالى هو الذي يبيح هذا وهو الذي يحرم هذا لمصلحة عباده المؤمنين قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله آية أحلت أشياء وجاء بعدها آية يقول لا تحلوا لا تحلوا فطالما أنه هو الذي أعطى فهو سبحانه وتعالى هو القادر على أن يمنع وعلى العبد الذي آمن بالله إلها أن يتبع أوامر ربه سبحانه وتعالى فالأمر ليس أمرا شخصيا إنما هو أمر من الله عز وجل باتباع أوامره لا تحلوا شعائر الله شعائر الله هي معالم الدين كلها ثم أصبح الناس الآن يتحدثون عنها على الحج ومناسكه فالشعائر هي الحج والمناسك من كل شيء عندما يخلع الإنسان ثوبه ويرتدي زيا موحدا من إزار ورداء تكون السمة المميزة هي إعلان الولاء لله رب العالمين سبحانه وتعالى سواء كان عظيما أو كان فقيرا أمام الناس كلهم كل الناس كل الناس سواء لا يخضعون إلا للعلي الكبير سبحانه وتعالى مهما كان جنسه ومهما كان شكله والله سبحانه وتعالى جعل الإنسان هناك في مرحلة متساوية مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على أن يكون السيد المستخلف في الأرض فالإنسان سخر الله له كل الكائنات والله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأشهر وفي هذا المكان كل شيء كان يفعله خارج مكان مكة أو يفعله في غير زي الإحرام يحرمه الله سبحانه وتعالى عليه فعندما يحرم الإنسان يحرم عليه أشياء وعندما يدخل الإنسان مكة بيحرم عليه حتى الشجر وهي من النباتات لا يستطيع أن يقطعها ولا أن يكسرها إلا إذا كان غصن قد مات وانتهى أمره الحيوان كذلك لا يستطيع أن يصطاده لا يستطيع أن يصطاده الكل يخدم هذا الإنسان ويبقى الجماد هو الخادم وغير مخدوم فيأتي ربنا سبحانه وتعالى يقول للإنسان سوف أكرم ذلك الجماد بالحجر الأسود وبحجارة الكعبة عليك أن تطوف حولها وحتى لا يظن ظن أن المسلمين يعبدون الكعبة إذا بالله العظيم يقول لك عليك أن تذهب إلى منا حتى ترجم الشيطان بالحجارة فالأمر ليس تعظيما للحجر إنما في الحقيقة هي طاعة لله رب العالمين وشعائر الله هذه الشعائر لا تنتهكوها لا تنتهكوا شعائر الله الشعائر جمع شعيرة وهي العبادات الكبار كالحج والعمرة الأحكام الكبار قال ربنا إن الصفى والمروة من شعائر الله من شعائر الله ثم قال ولا الشهر الحرام الشهر هنا مرد جنس الشهر وليس المرد به شهر واحد فالأشهر الحرم أربعة قال ربنا في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم والنبي صلى الله عليه وسلم بين أعينها قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة سرد وربعة وواحد فرد السرد ذو القعدة وذو القعدة يجود ذو القعدة وذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة ثم من بعدهم المحرم ثم يأتي شهر رجب والمراد فيها لا تحلوها بالمعاصي ولا تحلوها بالقتال والقتال نوعان جهاد طلب وجهاد دفع جهاد الطلب أن يبدأ المسلمين هم بالحرب فهذا لا يجوز لا يجوز والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يقهر عباده إذ أن الإنسان إذا هزم لا يطلب من عدوه هدنة لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الهدنة حتى يعيد الإنسان المهزوم قوته مرة أخرى ولعلهم يجدوا طريقا إلى الصلح أو لعله يعيد بناء نفسه ويرفع عن نفسه ذل العاري من الهزيمة فالله سبحانه وتعالى قال لا تبدأوا بالقتال لكن إن بدأون الكفار كما هم الآن واحتلوا ديار المسلمين فعلى المسلمين الدفاع عن مقدساتهم وعن بلادهم وعن أعراضهم وعند أموالهم وعن جميع تراثهم الذي بقى لهم من هذا الدين العظيم لكن الذي حرمه ربنا سبحانه وتعالى أن نبدأ بالقتال لكن جهاد الدفع في أي وقت في الأسهر الحرم أو في غير الأسهر الحرم هو واجب على المسلمين ولا الهدي ولا الهدي الهدي هو ما يهدى إلى الحرم من إبل أو بقر أو غنم في الزمان القديم كانوا يفعلون ذلك قبل اختراع بنك الراجحي تدفع أموال ويعطيك الكوبون أو الريسيت الزمان كان الواحد بيأتي من بلاده ومعه الإبل أو البقر أو الغنم ويسوقها أمامه ولا الهدي ولا الهدي أي لا تحل الهدي أي لا تذبحوه إلا في محله ومحله مكة محله مكة لو أن إنسان ساق الهدي من ذو الحليفة الميقات مثلا ثم أراد أن يذبحوا أو ينحروا قبل الوصول إلى مكة هذا حرام لا يحل إنما فين يذبحوا في مكة لذلك الله سبحانه وتعالى عطف قال ولا الهدي والعطف هنا لا يدل على المغيرة فليس المعنى أن الهدي ليس من شعائر الله بل هذا كقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطة فالعطف هنا لا يدل على أن الصلاة الوسطة ليست مثل الصلوات لكنها لكن قد يعطف الخاص على العام للعناية عشان الناس يهتموا به ولا القلائد القلائد جمع قلادة والمراد بالقلائد ما تقلد به أعناق الهدي كم من عادتهم أن يجعلوا في عنق كل بدنة جمن أو بقرة أو غنم يضع فيها قلادة إشارة هذه الإشارة ربما يأخذونها من الأخشاب أو من لحاء الشجري أو غير ذلك أو النعال البالية أو أطراف الأسقية ثم يربطونها في رقابها قلادة في رقابها حتى إذا رآها الناس فإذا شردت إذا رآها الناس عارفوا أن هذه لا تذبح إلا في مكة المكرمة تب ولماذا في مكة المكرمة لأن الحجيجة والعمارة يأتون من كل فج أميق وهذه أصلا كما قال ربنا في حكاية عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم هذا الوادي غير ذي زرع صحيح أن الله سبحانه وتعالى قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدنا من ربنا سبحانه وتعالى ومن هذه الأرزاق الهدي عندما يأتي الناس ويذبحونها فيطعم الحجيج ويطعم الناس وعند ذلك لا يحتاج أحد في هذه البلد قال وَلَا أَمِّينَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرُضْوَانَةَ أَمِّينَ أَأُمُّ الشَّيْءَ أي أقصده قاصد البيت البيت الحرام وسماه بيتاً لأن الكعبة بيت في الواقع عبارة عن حجارة ذات أركان وسقف ووصفها الله عز وجل بالحرام لماذا؟ لما لها من الحرمة والتعظيم ولهذا كان كل ما حول الكعبة في مكة المكرمة محترماً ومحرماً حتى الأشجار محترمة في الحرام مع أن الأشجار من الجمادات الحصة والتراب هو الوحيد الذي يحمله من مكان إلى مكان لكن لا يخرجه خارج مكة ممكن تكسر الحصة تنقر التراب إلى خارج الحرام بعضهم قال ذلك لكن الشافعي قال إن من أخذ حصة من مكة أو تراب من مكة أو المدينة عليها أن يرجعه مرة أخرى وله في ذلك دليل في رواية عند الدار قطني لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول إن الحصة لتناشد صاحبها ألا يخرجها من المسجد ومكة كلها بلد حرام الأشجار التي لتنمو ويبست وأغصانها قد تكسرت ليست حراما أن يأخذها الإنسان ويتعامل فيها كيفما يشاء كيفما يشاء فهذه ليست حرام قال يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا جملة يبتغون أي حال كونهم يريدون الفضل من الله عز وجل والفضل هنا بيشمل الفضل الدنيوي والفضل الأخروي فضلين فضل الدنيا وفضل الآخرة وهذه الآية ربنا سبحانه وتعالى أنزلها كان فضلا عاما دنيويا فهذا يلحق المسلمين وغير المسلمين وهذا قبل نزول الآية إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا بعد عام هذا العام لا يأتون إلى هذا المكان الفضل بيشمل الفضل الدنيوي والفضل الإيه والفضل الأخروي الفضل الدنيوي الفضل الدنيوي هو البيع والتجارة الفضل الأخروي الأجر والثواب فالكافر هناك قد يلحقه الفضل الدنيوي بالتجارة لكن المؤمن يلحقه الفضلان فضل الدنيا وفضل الآخرة قال ربنا ليس عليكم جناح أنت بتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات هكذا قال ربنا هذا فضل الدنيا يشير إلى البيع والحج ثم الثواف الآخرة من ربنا سبحانه وتعالى ورضوانا الرضوان هو الرضا من الله سبحانه وتعالى رضا من ربنا سبحانه وتعالى والرضا من الله عز وجل من ربهم أن يعطيه الله سبحانه وتعالى ما يردي بهم نفوسهم ويرضون عن أقدار الله عز وجل ويسعدون في أخراهم وهذا يعطيه الله لأنبيائه وأوليائه الصالحين فمن أراد رضا الله سبحانه وتعالى فليرضى عن أقدار الله فيه رضي الله عنهم ورضو عنه قال وإذا حللتم فاستادوا أي من إحرامكم استادوا المعنى هنا أن ما كان محرما عليكم حال كونكم محرمين الآن أصبح حلالا ولا يجب على كل إنسان قد أحل من إحرامه أن يذهب إلى الصيد إنما معناه أنه يبدأ في الإحلال الأول الذي يحصل به رمي الجمرات جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير جاء ذلك في السنة كل شيء جائز إلا يحله كل شيء يغير الإزارة والرضاء يلبس ما يريد يضعي البرفيوم يقص شعره يقص أظافره كل هذه الأشياء مباحة له إلا النساء حتى يأتي بطواف الإفاضة حتى ينتهي من طواف الإفاضة وهذا يسمى التحالل الأصغر قال ربنا وإذا حللتم فاستادوا ليس المراد إذا حللتم من كل الإحرام فاستادوا يعني أخرجوا إلى الصيد صيد الصيد ولم يقل فصيد لأن إنما قال استادوا تحتاج إلى حركة وافتعال يعني إن شئت فقل أن ذلك مباح أو لرفع النهي عن تحريم الصيد حال كون الناس محرمين ثم قال ربنا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتذوا الشنآن اللي هو البغض البغض شنآن قوم المرد بالقوم هنا قوم مكة الذين صدوا المسلمين عن العمرة عن العمرة في عمرة الحديبية وإن كانت نكرة لكنها نكرة معلومة نكرة معلومة نكرة معلومة والمعنى لا يحملنكم بغضهم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتذوا عليهم وهذا إشارة إلى أنهم سوف يصدونكم عن المسجد الحرام لكن إن صدوكم فلا تعتدوا فلا تعتدوا وهذا الأمر يبين شيء يعني عظيم جدا في دين الإسلام فإذا أراد الكفار منع الكفار المسلمين الدخول إلى مكة ثم وجدوا من المسلمين أنهم غير معتدين علهم أن يتفكروا في رحمة هذا الدين ورحمة هذا الإسلام ورحمة رب الإسلام ورب العالمين ربنا سبحانه وتعالى ولعلهم يدخلون في الإسلام قال إن صدوكم عن المسجد الحرام صدوكم أي صرفوكم وذا بينطبق تمام على ما فعلته قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحدابية فهي صدت النبي صلى الله عليه وسلم عن شعائر الله وأحلت الشهر الحرام الهدي والقلائد كل ذلك فعلته قريش لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان ملتزما بأمر الله وعن المسجد الحرام ذي الحرم العظيمة لأنه أول بيت وضع للناس هو أول بيت وضع للناس وهو الذي اتخذه إبراهيم عليه السلام بأمر من الله مسجداً منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصول إليه منعوا رسول الله من الوصول إليه من الوصول إليه قال أن تعتدوا أي لا يجرمنكم لا يحملنكم العدوان أنهم معتدوا عليكم ومنعوكم أن تعتدوا عليهم والأصل في المسلم أنه يتعاون على البر والتقوى البر والتقوى ما هو البر؟ فعل الطعات فعل الخيرات البر مطمئنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس قال ربنا تعاون دائما وتعاون تفاعل تفاعل يعني بين اثنين اشتراك عمل خير عمل بين اثنين هذا التعاون لا بد أن يكون للخير أن يكون للخير من أرد أن يعمل منظمة وهذه المنظمة تكون لمصلحة المسلمين يفعل فيها خير للمسلمين فذلك خير من أرد أن يتعاون مع مسلمين وغير مسلمين على فعل خير فذلك تعاون خير أما التعاون على الشر فهذا لا يجوز لا يصح المسلم أن يعمل في منظمات التي تنصر الناس أو تكفر الناس أو تلغي الشريعة والإسلام أو تضر المسلمين كالمسونية والروتاري وغيرهم لا يصح المسلم أن يكون كذلك قال ربنا وتعاون على البر والتقوى والتقوى التقوى الخير كله الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لا تتعاون على الإثم والعدوان كل ما يتعلق بمعصية الله عز وجل بحق الله عز وجل اسمه معصية الإثم هو المعاصي المتعلقة بحق الله والعدوان المعاصي المتعلقة بحق العباد بحق العباد وربنا لما أفرد إحداهم عن الأخرى صارت شاملة لمعنى الأخرى بمعنى إذا أطلق الإثم صار شاملة للعدوان على الناس ولو أطلق العدوان صار شاملة للإثم لأن العدوان على الله على حق الله عز وجل إثم ثم قال ربنا بعدها واتقوا الله واتقوا الله لما ذكر الأوامر والنواهي أمر بتقوى ربنا سبحانه وتعالى احذروا أن تخالفوه أو أن تقعوا في ناهية والتقوى فسرت بعدة تفسير أحسنها أن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أمره واجتناب نواهي وينقص من التقوى بقدر ما نقص من ذلك فالإنسان الذي عنده معاصي ومآثم كثيرة لكنها لا تخرج من الإسلام نقول أن تقواه ناقصة وكان الصحابة رضوان الله عليه وبعض السلف الصالح إذا قيل له اتق الله ارتعد وربما سقط من مخافة الله عز وجل والمؤمن الحق إذا قلت له اتق الله احمر وجهه وخشع قلبه وخشع قلبه هكذا المؤمن الحق أما غير ذلك إذا قلت له اتق الله يقوله ماذا فعلت حتى تقول لي اتق الله أنا لم أنتأك حرمات الله أنا لم أنتأك حرمات الله ثم جاء بعدها ربنا سبحانه وتعالى بقوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب شدة العقاب قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة قد تكون في الدنيا كبعض الذنوب كالعقوق هذه ذنوب يعاقب الإنسان عليها في الدنيا وكذلك من شدة العقاب الذي يراه العبد في الدنيا الظلم فالظلم ظلمات في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا وفي الآخرة لذلك حذر ربنا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين قال اتقوا الله إن الله شديد العقاب فهذا وعيد لمن لم يتق الله والمعاقبة هي المؤاخذة على الذنب فانتبه ولا تكن من هؤلاء شاهدوا الآية أن الذي أحلى هو الذي يحرم والذي أعطى هو الذي يمنع وهو رب العباد وعلينا أن نفقها أمور ديننا ما أباحه الله لنا وما حرمه علينا وأن نسير وفق منهج الله في الأرض فإننا لسنا أصلاء إنما نحن مستخلفين في الأرض مستخلفين لإله عظيم قد خلقنا وعلينا أن نسير وفق المنهج الحكيم الذي أعطاه لنا إذ أنه سبحانه يقول في القرآن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا